يؤكد اختصاصي علم النفس أن الوقوف أمام المرأة لفترة طويلة يأتي تحت ظاهرة الهوس الجمالي كم ساعات تهدي أدام المرأة؟ أنا مش كتير صراحة يعني بس زبط حالي بسرعة ما عندي هوس طبعا هذا الهوس هوس يبدأ مع تخطي المرء للأسلوب الروتيني حيث يصبح الشغل الشاغل له تفقد مظهره الخارجي باستمرار ويكمن الخطر حين تصل تدعيات هذا الهوس إلى مرض نفسية تطلب علاجا سريعا كما يكبد صاحبه مبالغ مالية طائلة إلا أن نظرته إلى نفسه تبقى مزعزعة ويرى علماء النفس أن نظرة الإنسان لنفسه تعود إلى منبع تربيته فإذا كانت العائلة لا تولي أهمية للمظهر الخارجي وتعتبر النظر في المرآة بشكل مستمر أمرا تافها لا يحظى الطفل بالتشجيع فتضعف ثقة بنفسه مع الوقت وأصبح يعني هاني للجمال معايير أخرى ومعايير معينة نراها في المجلات النسائية ومنصات التواصل الاجتماعي ويتجلى خصوصا في جاذبية المشهير حتى بدأ الأمر يعني الرجال كذلك ويتطفق علماء النفس أن الاهتمام بالمظهر له دوافع عديدة إلا أنها تتجه بغالبيتها نحو الهوس هذا الموضوع سنناقشه أكثر مع ضيفتنا من القاهرة استشارية الصحة النفسية الدكتورة ريحاب العوضي دكتورة ريحاب أهلا وسهلا بك ضيفة كريمة صباح الخير نحن بدنا في حيرة من أمرنا وضايعين هل يجب أن نهتم بمظهرنا أم لا صباح الخير يجب أن نهتم بأنفسنا في المنطقة الفضيلة اللي هي مبين الإفراط والتفريد الهوس وتكرار الذهاب لطبيب التجميل أو الاهتمام الشديد جدا بالموضة ومتابعة أحدث العمليات التجميل ده هواس طبعا ده مرض بنسميه اضطراب سلوكي أو بنسميه مش انحراب سلوكي ولكنه اضطراب سلوكي إن صاحبه أصلا مريض تراب منذ الطفولة على أنه أنا أكون بالنسبة لمين أو مش بنفسه مش مع من يعني اهتمامه الأكثر بيكون نتيجة وجودي هنا لمين اللي هيبص علي مين اللي هيهتم بي مين اللي هيكلمني مش مع مين مش إن أنا أكون كويس مع اللي بيحبوني ده هنا دي مشكلة أما الاهتمام الطبيعي بالنفس بالشكل الخارجي بالنظافة بالترتيب إن إنسان يمشي منظم ونظيف ومرتب ومهندم يعني بشكل عاقل ده شيء طبيعي ويفضل طبعا بالعكس ده احنا بنحث عليه الأطفال والكبار إمتى بقول أن هو هوس لما بيبدأ يستقطع جزء كبير جدا من وقت وحياة وأموال الإنسان يعني بعد أكثر مرضى الهوس هم بيكونوا مدانين بيستدينوا الأموال لمحاولة لفت الانتباه هذا الهوس الذي يبدو في ظاهره اهتمام ويتمحور حول الذات وحب الذات وحب الظهور هو في الأصل إلى اهتمام لأراء الناس وأراء شخص معين أكثر هو بيهتم شخص أكثر لأنه هو شخص أجوف من الداخل ليس لديه ما يقدمه للآخرين عشان كده بنقول هو بيهتم أنا مش مع مين مش مع أصدقائي اللي بيقبلوني بعيوبي وبميذاتي بشكلي بوجهي الباهد بشعر مجعد لا ما فيش هو بيعايزي بقى يكون لمين أنا الناس هتقول علي أنا حلو وأنا ماشي وأنا ماشي في النادي أو ماشي في الشارع الناس يجب أن تلتفت علي ده بيكون خلل في التربية أصلا وبعض الحالات النادرة بعض الحالات النادرة بيكون هوس اكتئابي ما بيكونش يعني ده حاجة زي خلل في المخدر ده حالة ندرة بتعداش 5% من لديهم هوس لديهم هوس أكتر من بيكونوا يعني عفوا يعني السيدات والرجال ما فوق الخمسين والستين اللي كانوا فترة من حياتهم بنسميهم ستار هي شايفة نفسها أن هي ستار وما زالت تصر أن تكون ستار أو مميزة في مجتمعها سواء كان يعني بالنهاي نحن أمام يعني مجتمع ونحن ضحايا لهذا المجتمع بشكل عام ولكن أريد أن نتحدث هنا عن فكرة جديدة طرأت في العشرة أوام الأخيرة وهي مواقع التواصل الاجتماعي وفكرة الإنفلوانسور المؤثرين وهذه الصورة النمطية للجمال اللي بتبلش تنتشر واللي ربما بيعني ليست حقيقية ولكن هذا الموضوع يؤدي إلى تقليد عشوائي من قبل الفتيات والرجال على حد سواء يعني صار هناك معايير موحدة للجمال يعني شفاة مبتلئة حواجب مرفوعة شعر طويل من أسف صار الجميع يعني يذهب في نفس الشكل خدود نحمل المسئولية ربما إلى مواقع التواصل الاجتماعي اليوم والتكنولوجيا الجديدة مواقع التواصل الاجتماعي في الأصل هدفها اقتصادي هدفها المكسب ولهذا إذا وضع الإنسان نفسه في مهاب رياح الاقتصاد والفيسبوك والسوشيال ميديا هو إنسان فارغ وأجوف وليس لديه شخصيته كاملة وشخصيته ضعيفة جدا والشخص اللي يجري خلف الموضة والسوشيال ميديا ويتابع النجوم ويحاول يقلدهم هو شخص لديه معدة متلازمات للهوس متلازمة الهوس شخص دفاعي جدا طلعتين معقدين يا دكتورة كل عياتنا المشاهد يعني صار محتار لا مش معقدين والله يعني الأكيد دكتورة أن يعني يعاني من هذا الهوس من شكله عشان يعجب الآخر أكيد أنه بحاجة إلى مرافقة نفسية لأن الموضوع يصل في بعض الأحيان ببعض الأشخاص إلى إجراء عملية تجميلية نفس العملية على نفس المنطقة أكثر من مرة وفي كل مرة يصاب بانتكاسة لأن النتيجة لم ترضيه كيف نساعد أولا الناس يحزم بالنتجة المرضية كيف نساعدهم ونرافقهم نفسيا لتجاوز هذه الحالة الحالة اللي حضرتك تفضلتي مشكورة بالحديث عنها يجب أن يلجأ لطبيب متخصص والمحيطين يساعدوا لأنه هنا بيعاني من فرق عاطفي شديد جدا من أزمة نفسية بيحاول إخفاءها بمحاولة البحث عن الجمال ولكن يجب أن نلفت انتباهه أن هناك مواطن كثيرة جدا للجمال مثل العطاء مثل الحب للآخرين مثل السعادة في وجود الأصدقاء وجود حيوان أليف هنا هو بيحاول يلفت بمعنى كده بيدور على حاجة ضاعت منه في مكان مظلم فراح عند المكان المنور بيقولك يا أنا فينا نور فهدور على حاجة اللي ضايع مني ولكنه ما زالت الشيء اللي ضايع منه في الشارع المظلم فبالتالي هو أساء لنفسه وللأسف مريض الهوس احنا مش بنسميه مريض ولكن الإنسان اللي بيعاني من الهوس عنده اضطراب هو في الأصل ضحية لا يتجنى بل بعكسة اللي بيصرف فلوس هو اللي بيستدين هو ضحية ولكن برضو بنقول للأسف احنا معايير الجمال بدأت الناس تعاليها بدأت أن نظر النسل بالنسبة لمعايير الجمال كما تفضل هاني يعني وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تلعب دور آخر في توضيح أن الجمال نسبي ويختلف من شخص لآخر وكل يعني في معايير مختلفة كيف يمكن يعني أن نسوق لهذه الفكرة زي ما حديثك مشكورة بتقولت أسوقنا عشر سنوات للجمال وشكله والغمزات والعيون اللي مسحوبة بشكل معين وإمانا لذلك نازم نسوق حاليا أن الجمال الشكلي أو المادي ليس له نهاية أنا ممكن أشوف واحدة لون بشرتها أسمر وأقول أنها جميلة جدا وأشوف واحدة عيونها خضرة أقول جميلة جدا أخليني أربي الأطفال والأجيال الحديثة وأعمل تعديل سلوك للناس عبر البرامج الهدفة والمحترمة وزي برنامج حضراتكو كده أننا دلوقتي بقول للناس الجمال ممكن يكمن في الروح يكمن في الحب يكمن في العطاء دكتورة سؤال أخير اليوم أنا ربما شخص أعاني من هذه المشكلة وأنا واعي إلى أني ما عم بقدر ربما يعني يعني أتحكم بهذا الموضوع كيف لي أن أقنع نفسي بضرورة التوقف عن يعني مراقبة نفسي والاهتمام بالمظهر بشكل في غلوب بعض الشيء هو الشخص بيكون زي ما قلنا بيبحث عن شيء ضائع منه فيجب أن يكون بعملات استبصار بيعملها له صديق مقرب أو طبيب متخصص استشاري نفسي أو ممكن يشوف برنامج زي النهاردة ويراجع نفسه ويراجع مصرفاته ويراجع أنه هو تحول لمسخ بيقلد الآخرين وليست له بصمة ولا في حياته ولا في حياة الآخرين يجب أن يراجع كل مننا نفسه ماذا تركت لنفسي وللآخرين أن الجمال في الأول وفي الآخر هو نسبي ومتعدد والجمال المزيف أو الصناعي يعني اللي بيعتمد على عملات التجميل هنا لا يمكن إلا أن السوق يعني مثال هاني ودكتورة كذلك يعني ملكة جمال الكون مؤخرا والتي بعثت برسالة مهمة جدا بهذا الخصوص أشكرك استشارية الصحة النفسية دكتورة رحاض العوضي على كل هذه التوضيح شكرا لنعطيك يا الفاتحي ونهاري سايد شكرا لنعطيك يا الفاتحي ونهاري ساية اشتركوا في القناة